تواصل كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعلياتها بالمحافظات حيث تم بناء عدد من المنازل للمواطنين وتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيع المجغولات اليدوية والأكسسورات وأعمال التطريز يأتي ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع بهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بدميع محافظات الجمهورية كما أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية إحدى تيانات التحالف قارتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرى من الفئات الأولى بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المينيا